موضوع الرابع رقم 4 سقوط الجسان لو تشوفون من كل هذه التجربة وتتخيلوها انه جسيم يسقط في الإنسان يكون بدون بدون تأثير لمقاومة الحوام هنا نسمع السقوط سنتخيل انه التعجيل الارضي الذي ارمزه بالجي سيكون التعجيل المؤثر وطبعا التعجيل الارضي يساوي 9.8 متر على السقوط أو 980 متر على السقوط انتبهونا على الوحدات نحن من اجياني استخدم قوانين قوانين الحركة ببعد واحد وطبعا 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 سقوط الارضي وطبعا انتبهونا على الموضوع جدا مهم الاتجاه مالتي كان بالقوانين وطبعا وطبعا لانه العمودي السقوط سيكون العمودي وهي كل ما كنا نكتبه سيكون ي وكل تعجيل كنا نستخدمه A سيكون تعجيل الأرضي بهاي الطريقة لو انتبهونا على هذه الملاحظة ستشاهدون كل شيء سيكون سهل عليكم الآن عندي قانون يقول V V V V V V V V V Y V V V V V V V 0 V S S V X يساوي الى بي نوت التربية منص يعني الى صار الجي والى اكس صار y والى وي نوت نيجي على موضوع كل هذه المحاضرة هي مختصر لمحاضرات اختصرت اختصرت فيها الأشياء المهمة حتى نتواصل معكم بهذه الطريقة شكرا لكم والمحاضرة الجاية رح تكون هي الامثلة لحل تمارين خصوص هذا الموضوع